هل تسقط فريضة الحج على مريض القلب أم واجبة؟ وأنا الحمد لله رب العالمين أستطيع مادية وأستطيع الصيام وأحيانا أتعب يعني مسألة الحج واجب على المستطيع والمستطيع إما مستطيع بنفسه أو بغيره مستطيع بنفسه يعني ممكن صحياً يروح ما عندهش أي إشكال وطبعاً استطاعة مادية يعني استطاعة مادية وصحية ممكن يكون الواحد مريض أو تعبان شوية لكن ممكن يروح ممكن يتحمل على نفسه ويسافر ما عندهش إشكال أو ممكن يأخذ حد معاي ساعده أو في الحالة دي لازم تحج طالما إن فيه إمكانية مادية لكن لو الإنسان مريض مثلاً بمرض والمرض ده ما ينفعش مع السفر والطبيب قال له ما ينفعش تسافر أو في الحالة دي ما يسافرش وتسقط عنه وعليه إن كان قادراً مادياً أن ينيب غيره ليحج عنه يعني يخرج شخص شوف واحد حج قبل كده يتكفل هو بنفقة حجه ويطلع يحج عنه ترجمة نانسي قنقر